أدرك النظام الإيراني مبكراً الأخطار التي تتهدد وجوده العسكرية في سوريا فلجأ للتفكير بطرق بديلة لزيادة نفوذه وسطوته فيها عوضاً عن الانتشار العسكري العلني فكانت ما وصفها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في دراسة له بالقوة الناعمة لإيران في سوريا الدراسة بينات أن الولايات المتحدة ركزت اهتمامها على الجوانب العسكرية لتغلغ لإيران في سوريا وخاصة نشرها القوات من أجل ضمان صمود نظام الأسد وتوفير جسر أرضي يربط طهران ببيروت عبر بغداد ودمشق في حين همشت جوانب النفوذ الإيراني الأخرى كما في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها ومنذ دخولها الحرب السورية بدأت إيران بالعمل على إقامة منطقة سيطرة جغرافية مماثلة لمعقل ميليشيا حزب الله في الضحية الجنوبية لبيروت ومن وجهة نظر طهران يتطلب ذلك إجراء تغييرات ديمغرافية منهجية فشرعت بشراء العقارات وتغيير التركيبة السكانية وتطوير شبكات من الدعم بين دمشق والحدود اللبنانية وعلى مدار العام الماضي طردت المجتمعات السنية من منازلها التي تشغلها منذ زمن بعيد واستبدلتها بأشخاص موالين لها ولنظام الأسد ووفقا لتقارير عن مؤسسات سورية تم نقل الآلاف من العقارات في منطقة دمشق إلى مالكين شيعة من الأجانب خلال السنوات الثلاث الماضية من ناحية أخرى طبقت إيران في سوريا برامج اجتماعية ودينية واقتصادية تهدف إلى استمالة المجتمعات المحرومة التي قد لا تكون متفقة إديولوجيا مع طهران فحولت في الكثير من المناطق المساجد السنية إلى مراكز ومقامات دينية شيعية فضلا عن بناء قاعات اجتماعات ومساجد ومدارس شيعية جديدة كذلك عملت إيران ولا تزال على هدفها المتمثل بضمان وجود متعدد الأجيال لها في سوريا وما قرار نظام الأسد بفتح أقسام باللغة الفارسية في العديد من المؤسسات التعليمية إلا دليل على ذلك وختم معهد واشنطن دراسته عن النفوذ الإيراني في سوريا بتقديم النصيحة قائلا إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة بشأن التصدي لإيران داخل سوريا فقد حان الوقت لتنظر في خطوات غير عسكرية هناك تستخدم فيها أساليب جديدة لتتمكن من مواجهة القوة الإيرانية الناعمة التي يتعظم شأنها هناك يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر